سواءً تعلق الأمر بهدنة أم بزمن تصعيد ومعارك تعز باقية على حالها وحصار ميليشيات الحوثي لم ترفعه لا تعهداته ولا الضغوط الدولية لم يشفع لسكان تعز أراضيهم الخصبة ولا ثرواتهم الحيوانية أمام زحف الجوع الذي فرضته ممارسات الحوثي وانتقامه تعز المحاصرة عن ريفها وعن بقية أنحاء البلاد تحولت إلى أكثر ملفات الأزمة اليمنية تعقيداً معاناة أكبر المحافظات اليمنية باحتساب سكان أريافها ولدت مع سيطرة ميليشيات الحوثي على منطقة الحوبان شريان تعز الصناعي والتجاري كما أنها مفترق الطرق الذي يربطها بصنعاء شمالاً وعد جنوباً ولم يبقى أمام الميليشيات إلا قطع طريق المخى غرباً لإطباق العزلة الكاملة على تعز حصار مدفوع بمصالح الميليشيات الاقتصادية وأطماعها السياسية أما ورقة الإبتزاز فهو وضع ملايين اليمنيين في وضع إنساني يزداد سؤاً كل يوم حصار دام ثماني سنوات لم يترك للسكان من خيار غير طريق واحدة باتت تحمل لقابين متناقضين شريان الحياة وطريق الموت الحصار الحوثي يحول تعز إلى سجن أما أحياءها فقد تحولت إلى مقابر جراء القصف الذي لا يفسر إلا بكونه انتقاماً من السكان تنديد دولي وأمامي بممارسات الحوثي الذي أصبحت تعز رمزاً لجرائم الحرب التي يرتكبها في اليمن نهيك عن رفضه لتطبيق شروط الهدنة كاملة إلا التي لا تعوق كل ما يضمن بقاءه وإن كانت على حساب حياة ملايين اليمنيين ترجمة نانسي قنقر